فما حاشتي ممكن يكونوا سارو فما الاقتراع اللي يصير لأضاء المحكمة الدستورية اقتراع سري النواب ما يشوفهم حد ما يشوفهم شنوين تخبوا حد ما ينجم يعرف شكون كل نائب شكون عرشح شكون تخب فما امكانية بتاع انو بعد ما عملوا التوافقات رؤساء الكتل قالوا لنوابهم شنو ما عطاعوا لزيانستروكشيون دفوت قالوا لهم شنو يجبكم تنتخبوا عاو شنو تفاهمنا عليه مو بعدي كالنواب كل واحد انتخب على حسب ضميرو على حسب هو اختيارو الشخصي اللي هي حاجة مش خايبة في حداتها ما عطا ما فمايش التزام حزبي تام والامكانية الثانية هي انو تعاملت لشن التوافقات خرجوا رؤساء الكتل وقالوا لنواب نتاحهم هاوا عملنا توافقات ونحنا ماناش ما نجمو ما نلتزموش بيها وعطاو يام عطاو ديز انستروكشيون اخرين وقالوا لنواب نتاحهم انتخبوا اللي تحبوا معنتها ما نجموش نقولو اللي هو انقلاب على التوافقات نجمو فقط نقولو التوافقات تنجم تكون في حد معين تلزم رؤساء الكتل فقط تنجم تلزم الكتلة كاملة لكن التوافقات كي تنجمت كيف الناس تنتخب برفع الايدي ولا بالمعطاء التصويت يكون عالني الناس انجنرال تلتزم بالتوجه همتاع الكتلة متاحة ولا باللز انسروكشيون دوفات اللي تعتاد في الكتلة متاحة مع النايش نقص التزام حزبي اپار بعض الاشخاص اللي ساعات في دي سيجي معينين يقولك انا ما نلتزمش بالحزميش مويفق مع كتلتي لكن انجنرال عندنا التزام في التصويت عندنا التزام حزبي كبير والتزام كتلة كبير يمكن الامكانية انه تكون الاقتراع سري اعطاها خلى النواب يتساوتوا على راحة همكهب الغيابات متاع النواب اللي قاعدة تزيد من دورة برلمانية لأخرى وعنا باغدو تقريبا 15 بالمية من نسب الحضور من دورة برلمانية الأولى للأخرى شو معنتها الغيابات كيفش تأثر الغيابات ما عندكش نساب مرات في اللي جاي ناس غايبة في جلسات عامة مايتوفرش نساب ومتكون اذي اكثر حاجة بينها للعمو خطر الجلسات العامة هي اللي تتحط في التلفزة والكل أما حتى في اللي جاينا اللي وقتها يصير النظر لك زمان متاع مشاريع القوانين والكل عنا غياب متاع إرادة سياسية أو رزنامة لأنه رزنامة متاع مجلس نواب الشعب هي إرادة يتمثل إرادة سياسية متاع أقوى سلطة تشريعية في البلاد إذا كان إنا ناخذ مشروع قانون ونبدأ ننشوف فيه وبعدي كان نقص عليه وبعدي كان نرجع له بعد بخمسة شهو نرجع له على خاطر جيتني بعثتلي الحكومة استعجال نظر وإلا صارت حاجة في البلاد صار صارت حاجة نعود نرجع له هذيك تكون الرياكسيون تاع ردة فعل مجلس نواب الشعب يشي تعامل مع ساعات مع الوضع القائم وبعدي نرجع له وبعدي نقص عليه خمسة ستة شهور مرات عام وبعدي كان نعود نرجع له معناتها نعادنا مشاريع قوانين مثلا في لجنة الشريع العام يمكن مبينيتهم تبدأ سبعة ثمانية شهور انقطاع وبعدي كان نرجع نخدم فيه جمعة على خاطر مثلا الوزارة قتلي أخدم وإلا الشركاء الدوليين متعنا لقعدين الاتحاد الأوروبية شركاء الدولة التونسية الاتحاد الأوروبية مثلا وغيرهم البنك منديال ولا الفان مونيتار انترنسيونال وغيرهم يقولوا ما يسرعون عندكم دي غفور ميزي ممتعملون عندكم وليون عاودو نرجع له شوية وبعد نعاودو نقص معنتها ما مرات ما نفهموش بالضبط ويني الإرادة السياسية الواضحة الساعة بش نخدمه بطريقة نظمة نحن مذهبينا مجلس نواب الشعب في افتتاح الدورة البرلمانية يعمل جلسة عامة يقرر فيها أولوية السناء بعض ما يتشاور مع الحكومة شنية أولوية لأنه معنتها المبادرات التشريعية مشاريع القوانين جيم الحكومة فيها استعجل فيها عندها أولوية بالدستور مرات ينجموا يعملوا فيها استعجل نظر مرات لها ما عندها أولوية ما فمهش هذية مش صعير قودون نلعبه إلا نتعاهده بحاجات وفالغير ما نعملوهاش ورئيس الجمهورية ما هو بتأتي من حزب اللي هو عنده أغلبية في البرلمان والا انتوكاي في بارتي من المجوريته كي گوفير البلات وهو صادق عليه هو صحه القانون بتاع القانون الأساسي ما هو القانون الأساسي لازم يصح عليه رئيس الجمهورية هاو صح عليه هو في ديسمبر 2015 وهو رئيس الجمهورية عنده أربعة أعضاء هو بشعينهم شنو اللي يحب يبدل في القانون بالضبط يحب يبدل قديش البرلمان يحط من عضو كيفاش يصير انتخابهم كيفاش معنتها انه منيش الحق منيش فاهمين بالضبط شنية النية وراء وراء وشو التعليل بالضبط وراء الفكرة اللي حطها نهرت في خطابه ما نيش فاهمين بالضبط قولوا نحن رئيس الجمهورية هو اللي بشعين الأربع أعضاء وممكن نشكه في الاستقلالية مما فما محابات متاع الناس يمكن يكونوا مجلس نواب الشعب زادة هو غير رشح وكل كتلة برلمانية اللي هي في الخاربة وانتنجم تكون حزابي وانتنجم تكون كتلة متاع غير منتمي لا حزاب ما هو مستقليين ما هو ما زادة يرشح ما هو زادة تدخل فيه حاجاته سياسية وهوني وهذه الحاجة تصير رئيس الجمهورية تعيينه لي جزء من الأعضاء مثلا المحكمة الدستورية تصير في العالم الكل ما هيش حاجة غريبة وما هيش حاجة واني نحب نذكر بعضو من أعضاء المحكمة الدستورية الفرنسية اللي كان ميتيران هو اللي اختاروا عينوا بدن تائخ قال في الخطاب متاعه قال نسكرك جدا سيد الرئيس اللي اختارتني وعينتني في المحكمة الدستورية لكن من اليوم من هنا فصاعي دن عندي ان دفوع دن غراتيتود ونحن هذي اللي نعملوه في الناس اللي بيشتوالي اللي مرشحينهم يمن ويشتعب ولا للمجلس الأعلى القضاء ولا لرئيس الجمهورية انه منهارت اللي يوليوه عضاء في المحكمة الدستورية ما عادش تكون عندهم ما عندهمش واجب والاء اللي يوصلهم للمحكمة الدستورية ولا لرشحهم ولا صوت له عدم تركيز المحكمة الدستورية عنده برشة مشاكل فيها مشكلة من المشاكل هي اولا مشاريع القواني لانه نجم تنظر في مشاريع القوانين دستورية غير دستورية والمحكمة الدستورية هي اللي من المشاريع القوانين هذا يعلى قل ما زال مشروع قانون ما زال ما نعرفوش يجب ما يدخل للجنة ويتناقش وثم مشاريع قوانين مثلا نمتع البطاقات التعريف البيومترية اللي نواب في لجنة التشريع العام قالوا هذي معانته بشي بشارج عهول اللي بتعن الغير دستورية ساهل يسر بتعن فيه الغير دستورية واللي انه يحد من الحريات وفما فيه جانب متاع انتهاك المعطيات الشخصية وغيره قانون المسالحة بالنسبة للبوصلة غير دستوري والاحتشام الكبير اللي تعاملت فيه الهيئة بتاع مراقبة دستورية مشاريع القوانين خذلنا احنا نعتبروه غير دستوري لانه شق عمل كوخسيخ كوي المسار انت عادلة انتقالية كيش تعمل مصالحة وانتي لك شفت حقيقة وانتي لجبرت ضرر وانتي ما عملت حد شيء في الجيمة وقتها تعمل قانون مصالحة مصالحة في اخر المسار انت عادلة الانتقالية تعمل قانون مصالحة وقتها وانتي كرست لفليت من العقاء محكمة دستورية محكمة دستورية محكمة دستورية يعني مجلس نواب الشعب عنده قوانين وارثها اليوم في الدورة البرلمانية الرابعة وارثها على الدورة الثالثة والثانية والأولى وحتى على الفترة الدستورية فتاة المجلس تأسيسي فتاة تأسيسي معنتها والهيئة متاع مراقبة دستورية مشاريع القوانين عندها معتها اختصاصات ومسؤوليات محدودة وصلاحيات محدودة مش متعطوى بش تقوم تبدلك هي الكوت بينال ولا تبطلك في الكوت بينال ولا مجالة الأحوال الشخصية اللي فيهم حاجات معتها تحد من الحقوق والحريات عنا متلو نحنا قلنا طوا بش نبدي ونخدموا على المحكمة الدستورية ومش وحدنا مع جمعيات أخرى اللي يزايدا يهمهم الأمر اللي نحبوا معنا دفعصان كوليكتيف نعملوا ضغط على المحكمة الدستورية وبعد الثلاثة مارس تحدد موعد الجلسة الثلاثة مارس قناعي به او سي بيان نحنا عشق فو نبدأوا نحذروا في رواحنا بش نعملوا حملة نقدموا بخطوة مارا تعاملت متاع تقرير لاجنة متاع الترشوحات في نوفمبر 2017 شبه تخي بيان اوكي ومن بعد الثلاثة مارس نحنا بدينا قناع به شبه ملتاو ما جيت الجرسة عامة قالوا للجرسة العامة الثلاثة مارس تخي بيان طيب بعد 21 مارس ما فماش محكمة دستورية وسايد رئيس المجلس قال بش ناخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وعنا كان معتها عضو فقط والكل قاعدين بش نعودوا نركزوا على المحكمة دستورية ماذا بينا معنا بش نعودوا نرجعوا نشوفوا شنو اللي ناقص شنو اللي لازم ونبدأوا نعملوا ضغط ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر